ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد نحن في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إن كلامي صح ومفيد ليلة لليلة لليلة للا ليلة لليلة 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 للا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد أبناء طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس ابن خلدون أهلا بكم مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس الرياضيات مع الأستاذ مجد رشاد مدرس الرياضيات بمدارس ابن خلدون اليوم سنتكلم بإذن الله عن المساحة فهيا بنا فكرة الدرس أقدر مساحة شكل وأجده بعد المربعات أي أننا سنجد مساحة الشكل ولكن ليس بالطرق المعتادة التي سبق وأن درسناها باستخدام قانون مساحة المربع أو باستخدام قانون مساحة المستطيل وإنما هنا سنجده بأن عد المربعات التي تملأ الشكل وإذا كان هناك مربعات ليست كاملة أو أجزاء منها فإننا نقدر المساحة كما سيتضح في الدرس تم رصف لوح خشبي بأربعة وستين مربع طول ضلع كل منها وحدة واحدة كما بالصورة لوح خشبي مثل لوح لعبة الشطرانج تم تقسيمه إلى أربعة وستين مربع كل مربع طول ضلعه وحدة واحدة إذن مساحة هذا اللوح نقول عليها أربعة وستين وحدة مربعة إذن المساحة هو عد المربعات التي تملأ الشكل المساحة تساوي عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح شكل مغلق بشوف الشكل فيه كم مربع زي دا كده المربع الواحد كده وحدة مربعة واحد فإحنا بنشوف لو كان فيه خمس مربعات يبقى المساحة خمسة وهكذا لو كان فيه مربعين يبقى وحدتان مربعتان فلو كان فيه أربعة يبقى أربعة وحدات مربعة وهكذا وإذا لم يكن الشكل مربعا أو مستطيلا نعد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات كما بالمثال التالي المثال يقول أوجد مساحة الشكل المجاور كما بالصورة نلاحظ أن الشكل المعطى ليس مستطيل ولا مربع مثل الأشكال التي درسناها في الدرس السابق وإنما هو شكل عادي خالص شكل هندسي كيف نحسب مساحته بنعد المربعات التي بداخله ولكن نلاحظ أن هناك مربعات كاملة ومربعات ليست كاملة بل أنصاف مربعات أو أجزاء من المربعات الخطوة الأولى نعد المربعات الكاملة في الشكل تعال نعدها أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مربعات كاملة يبقى نكتب 9 مربعات كاملة أو يعني 9 وحدات مربعة طيب لسه في أجزاء اللي هي دي هذه الخطوة الثانية نعد أنصاف المربعات في الشكل تعال نعدهم هذه 1 2 3 4 خلي بالك الأربع أنصاف دول أربع أنصاف دول يعني مربعين وفيه كمان نصة يبقى كده مربعين ونصف يبقى خمس أنصاف مربعات اللي هم بيكافؤوا كاملة 2.5 وحدة مربعة إذن المساحة الكلية للشكل نجمع هذا نجمع التسعة والتنين ونص الخطوة الثالثة بنجمع عدد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات يعني 9 وحدات مربعة نزيد عليهم 2.5 يعطينا النتج كامل 11.5 وحدة مربعة إذا لم يكن بالإمكان عد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات فيمكن تقدير المساحة كما بالمثال التالي زي ما أنت شايف كده آه دي الشكل الأمامي عايزين نحدد أو نقدر مساحة هذا الشكل بنعد المربعات الكاملة آه يعني لو أنت جيت حطيت هنا كده واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبع تماني تسع عشر احداش اتناش طلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 كده احنا عدينا المربعات الكاملة لكن ما زال في أجزاء داخل المنطقة ولكنها ليست كاملة وهو زي الجزء هذا هدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهنا تسعة في جزء هنا وهو وهنا عشرة تمام يبقى اذن في عشر اجزاء غير كاملة عشر مربعات غير كاملة تقدرهم العشرة دول يعني خمس وبالتالي لما نجمع التمانية وتلاتين زائد الخمسة يعطينا تلاتة واربعين اذن المساحة تقدر بثلاثة واربعين واحدة مربعة تقريبا جات من وين التمانية وتلاتين اللي احنا قلنا عليهم كاملين اللي هم دول تمانية وتلاتين مربع كاملين وعشر اجزاء قلنا هناخد هنقدرهم الى خمسة خمس مربعات يبقى الخمسة تجمعهم مع التمانية وتلاتين يعطينا ثلاثة واربعين واحدة مربعة عزيز الطالب تفكر من وحدات المساحة الشائعة الملي متر المربع والسنتيمتر المربع والمتر المربع تلاحظ هنا عزيز الطالب ان وحدات المساحة هي نفس وحداته الطول ولكن وحدات مربعة يعني الملي متر والسنتيمتر والمتر وايضا الكيلومتر المساحات الكبيرة فنضع جنبها المربع ملي متر مربع سنتيمتر مربع متر مربع ايضا تذكر عزيزي الطالب في المثال الاول تم حساب مساحة الشكل بدقة اما في المثالين فقد تم حساب المساحة التقريبية عزيز الطالب هي بنا ننتقل الى تأكد وحل بعض التمارين رسم خباز شكل قلب على كعكة عزيز الطالب هي بنا ننتقل الى تأكد وبعض التمارين السؤال هنا كما في الصورة نريد ايجاد مساحة هذا الشكل او هذه المنطقة كما تعلمنا اننا بنعد المربعات الكاملة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية نعد المربعات الغير مكتملة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اثناشر يعني اتناشر جزء يقدرهم بست مربعات واحنا معانا مربعات كاملة عددهم تمانية اذا الاجمالي اربعة مربع يعني اربعة سنتيمتر مربع او اربعة وحدة مربع اربعة وحدة مربع السؤال الثاني برضو لدينا شكل ونريد ايجاد مساحة هذا الشكل زي ما اتفقنا بنعد المربعات الكاملة كما بالشكل واحد اثنين ممكن نعمل هنا الوان واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اتناش تاتاش بعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين اربعة وعشرين مربع كامل طيب عدد الاجزاء الغير مكتملة اهو واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اتناش تلاتاش تلاتاشر جزء غير مكتمل يعني تقريبا التلاتاشر بستة مربعات ست مربعات واحنا عدنا المربعات الكاملة اربعة وعشرين اذا الاجابة ثلاثين وحدة مربعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة